بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم منهاكم سعيد منهاكم طيب ان شاء الله تكونوا كاملة بس وبصحة جيدة تلموا البنات اللي راحين عندها فاكنس ورحا كارت في دار اروحي هنا يا اللي دات الباك ورح تدخل جامعة اروحي هنا اللي ما تحبش زيوت ولا عندها ما نحط بيقولها عندك كوليستيرول والله ممنوع لك الدهون اروحي هنا اللي عندها بابها كبير وما يحبش الزيوتات وما يحبش اروحي هنا الفيديو تاعي اليوم راح يفيدك باذني الله تعالى كنتوا ديما تسقسيوني عن المقلات الهوائية وكنتوا وعدتكم قلت لكم باذني الله تعالى نهار تتوفر هراني نبارتاجيها معكم ونجرب هاد المرة هنجرب لكم بزاف حوايش ما نقدرش نجرب لكم كلش كلش في فيديو بصح حاولت نديل الشي اللي قدرت عليه اول حاجة هذي المقلات الهوائية كما لكم تشوفوا سعتها 5.5 لتر من موقع رازانا شوب سعر اتحاء مليون وثلاثمية وخمسين رقم الهاتف له على الشاشة ونخلي لكم المواقع وكل شي فيه صندوق الوصف يعني المعلومات شوفوا كيفاش الشكلها مليح ما هي صغيرة اما هي كبيرة الحجم انتحاء ما جاش بالعرض جاب الطل خاصة للناس اللي المطبخ انتحاء ذيق يعني مش رح تحكم لك المكان ثاني حاجة لونها ما نحكيوش ما كانش حاجة مليحة كما النوار كما اللون الاسود يزيد فخامة هكا المهم هذه هي البنات كما راكم تشوفوا احسن من الديجيطال الديجيطال مليح ليس ليس مليح بصحة كي تجي وتقارنوا الحاجة اللي تدوم هكا خير يدوية مشي الديجيطال مع الوقت ما نعرف أنا ما جربتش أم يقولوا هكا نصحوني أنا قبل قالوا لي الديجيطال مع الوقت يفزد الله أعلم هذه نخلوها العين ولي الله سبحانه وتعالى فيها هذا السفايا المهم هذه صحية اللي بنات شوفوا تستعملوها يا إما تسخنوا فيها يا إما تطيبوا فيها بزر حواج بزر شوفوا كيما اللي عايشين خارج الجزائر والله كيني تباع عندهم وحد المخبوزات والله نص طياب كي تحطيها الناس اللي خارج الجزائر نغمان وحده ناعد متوفر كلش تحطيها هنا طيب لك تسخني فيها مثلا نقعد الكرواسة وصباح وبغيتي تطيبوا به العشية تحطيها فيه وتطيبوا هاي البنات الحاجة اللي عجبتني فيها حتى كي تعد تخدم مني تتنفس من اللار يعني الهواء هذا كل تخرجوا على برد وكل ناعد هولكم هنا حطي لكم كل المعلومات البطاطا شحال وقت انتحها وشحال درجة الحرارة الحوت الخبز كل شي كل شي كل شي حطي ينهولكم شوف ها هنا نجي اول حاجة رح نجرب لكم فيها هي الخبز المنفوخ هنا لطا ماجيك اللي معتمدتها معاكم درتها ودرتها هكا قصر حلي تعفون على حجم المقلات يعني القطر اللي نقدر نحط فيه ومن هاي القط اللي من هاي راكم شوفوا فيه هو الحم تبلتو يشبه لذوق المرقز شوفوا هناك حطيتها لبنات شوفوا كيف ها تنفخت شوفوا واو هنا يا تدي تحمير وكأنك طيبي لابيها قلت لك اللي رح تعق باقونس كلا تدار اديها ما تقصر راسك رح تغنيك على قدهن حاجة قل يتشع لي الفور الكوتي اللي قلت كما البنات يخرج لهو شوفوا هنا حاولت نعط لكم على هذا لكن ما جاءت بوضوح ايا قلت نجيب كيس بلاستيكي باش يبان لكم باللي الهو هذك را يخرج من ها شوفوا نحط البلاستيك شوفوا كيف يتحرك هنا راني نقفض غير باش نعط لكم بل يخرج لهو شوفوا هنا كيف راي يتز لهو لهو هذا كسخون يخرج من ثم يعني هنا تحسيها امنة ايلا مارك هذي اوركودي ما البنات هذي الماركات المقليات الهوائية هذي المهم هنا بعد ما طيبت هذو الخبيزات هنزيد طيب لحم فروم طيبته هنا فيها ثاني طيب ما شاء الله البنات تقدروا طيبه هنا على هذا الشباك كيما تقدر طيبه مباشرة تنحي الشباك هذك وضح الطيب وشح الطيب كينا طريقة ذو كنا اعطها هكم شوفوا كيف ههي طيب فيها الجاج مع انه ترش يبر كي يزيد هنا يالحم في شوية كمية من الشحم هو اللي خلاه يهبط يعني هنا تلاحظي انك يتقلي حاجة والله كيما هك اللحم هذك الدهون كامل تهبط لتحت ناح ناح هذا اللحم ومبعد نزيد النبار تارجي معاكم نعط لكم السعو وش يهبط من اللحم هذك شوفوا كمية الدهون كي طهبط متخافيش عليها يعني طهبط تتهناي ما تقعدش كي ما نقول حنا في وسط وتغلي لا هنا نجي تتبيلة هذه كنت شاركتها معاكم من قبل لها البنات باطاطال بصل طماط المهم كنت شاركتها معاكم من قبل وجي بنين وبنين وبزاف اللي دالوها وبعثوا لي وكننا درنا بها سيوكسي في الانستغرام المهم هذا الطريق البنات تقدروا تطيبوا بها انكم تنحيوا هذا الشباك وتضعوه هنا راني قاعد نصور ما نشمت والها غير باش ندلكم مقططافات باش نعطي لكم تقريبا صورة شاملة تقريبا شاملة على هذه المقلات الهوائية هنا الطريقة هذه اللي درتها البنات تنحيوا هذا الشباك وحطوه مباشرة يعني استغنائي على هذا المشباك فهمتي ودخليها اي تدخل نورمال ما تخافيش هنا راح نديرها الـ 180 درجة هنا وكاتب لكم الفوق ما تدوخيش لكن درجة الحرارة دائما منتبعش اللي يحطوها هما يعني ديما نقص نقص شوية على الحرارة اللي يمديرين هما شوفوا هنا مرة على مرة انقلبها وهنا مزلت ما نش متولها بالليراني نطيفي وسط الشباك ما عليش المهم في التحطيت ما نقدرش ننحي واني شارك معاكم كيما راني طيب شوفوا هذي كلاسوس اللي الطيح على وقت تكون ما طيبوش في وسط المشبك باش يتنك حتى بلاسوس هذي تدخل وملاحظة البطاطا كي تديروها ديروها رقيقة ما تديروها شخشينة ثاني حاجة وش وش تقدر تحمص بيها تمسو صخانة وباش يدي هذي التحمير يبذك الحساب في المقلات الهوائية فيت فيت شوفوا رمشتعين هنا ما زالت شوية محمارات شارك وضو كنا أعطي لكم الفرق بين مين كانت ماهيش محمرة ساعات رهي الكاميرا ما تعطي لكم شو الصورة الحقيقية فهمتم شوفوا الحبة هذي اللي ماهيش محمصة والحبة الاخرى محمصة شو كفاجات لون موحد شوفوا البنات لونها موحد نروحوا هنا رح نحمص نقلي عفوا أو نشوي البيضانجال كما نعرف البيضانجال أكثر حاجة تمتص الزيوت وكي تقليها بالزاف اللي تقول كما ناكلهاش قهمتني مص الزيت بالزاف هنا تحبي تحمصي عفوا تشوي والله هكك مباشرة ندليلو شوية ملح أو كما تشفو عندي هذه كتعة الزيت تبخيها بشوية زيت دليلها شوية ملح ودخليها كي تدي تحميل قلبها شوف هنا كام نعنيهم من ناحية البيضانجال يعني هذه حاجة ما كاش لتقول نقلي يمص لزيت هذه أكثر طريقة صحية في المقلة الهوائية نزيد رحوا للبطاطا البطاطا هنا وشوية نوعية اللي جابها زوجي اطلعت أني لكم بصح هكك ولباس يعني مشي لباس هكك وعطاتني نتيجة جاب هذه البطاطا مؤخرة مع لبليش يمكون جلي قد مطيب بها مطيب شو والله جي كوي ما وحد القوام هك المهم البطاطا نمعتاد نديرها في المقلة الهوائية ديري لها الزيت كاين اللي ما يدله الزيت لكن صراحة بالزيت تبان مقلية ترشيها بالزيت وديري لها الملح وتحطيها طيب يعني ما تقليه في وسط الزيت رشيتي عليها وغلفتي هذه البطاطا تغلفت بالزيت وقليتها رحوا للفلفل الفلفل تحبيت شوي باش ديري بي حميص أو تقليه بهذه الطريقة أنا رشيته بالملح من الداخل يعني حليته ورشيته للزيت من الداخل عفوا الزيت وزدته من البرة أكيد ملحته ومبعد حطيتها في المقلات الهوائية وشو نقولكم وكأن قليتي في وسط المقلة فيها الزيت شوف شوفوا كل شي بعينيكم اليوم حاول تم بارتاجي معاكم قدر المستطع وثاني تحبي الطيب فيه جاج الحمكي ما تحبي أم حاجة نوصيكم عليها البنات البطاطا ما طيبه هاش خشينا باك باش الطيب لك ما تديلك شو وقت كبير شوفوا هنا ديروا فيه جوز البيستا شانا قدرهم مرة نحمص فيه بالزبح ويج وتقدري تبليه وتملحه وطيبه في وسطها وديريه مالح تشربه مع التاعي إن شاء الله هي البنات نكون مديتكم صورة شاملة تقريبا ما درت لكم كلش كلش بصح حاولت نوصل للكم الفكرة لأنه بكل صراحة وعدتكم بزاف اللي بعثوا لي في التعليقات كنت وعدكم وأنا عند وعدية طبعا كما شدوا درت فيها الخبز المنفوخ درت فيها هنا نخلي الجاج خلاص هنا يعني مش هنزيد نطيب اطولت باش نوجد لكم فيديو المهم كما تشوفوا تقلي بها بطاطا تقلي بها الحم تقلي بها بالزفح ويش تسخني فيها ولا طيبي فيها ولا تدي كونج لي بها ثاني الخبز على بالي نقطة الضعف الجميع ويجي منفخ خاصة اللي يروحوا يبحروا يا البنات ولا يخرجوا خرجها هكا مع العائلة طيبها ويديها معاك سوى المقلات هذيك تديها معاك لبحر خاصة الجميعيات الجميعيات نفوت نعفوش ماعنتها لاسو فرانس وشي هي التمرميدة هذي تغنيك 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 على التمرميد صراحة تهنيك عفو تهنيك من هذك التمرميد طيب لكل شي بإذن الله حتى كين الرجال اللي ساكنين وحدهم ثاني مليحت لهم صراحة مليحت لهم بزف بزف هذا هو الفيديو تالي يوم إن شاء الله نكون فدتكم مديتكم قدر المستطاع